شوف التطور والتغير اللي بيحصل يتحدثون عن اليوم 95% من الغرف السكنية أو الأماكن المتاحة للسكن في جدة مشغولة علشان الآن ناس كتير سواء كان بتروح جدة أو بتروح الرياض عشان موسم الرياض سياحة جديدة في المملكة العربية السعودية الآن في المملكة العربية السعودية أصبح هناك تأشيرة سياحية ودي على فكرة المملكة العربية السعودية بتعمل فورملا وان اللي هي السيارات اللي بالمحلوقات ديت وبتعمل الفورملا اي اللي هي بالسيارات الكهربائية أنا حضرتها وحاجة مبهرة وبتعمل أيضا سباقات الصحراء فبقت عندها كل أنواع السباقات موجودة في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الفعاليات اللي موجودة الأيام القادمة مهرجان جدة للسينما السعودية الآن فيها أكتر من نص دور السينما اللي موجودة في الشرق الأوسط تغير كبير هذا الرجل قد غير كثير أنا بكلمك على حاجات حدثت يعني بكلمك على حاجات اللي يروح المملكة العربية السعودية اللي أنا بروح كتير التغيير مستمر والطموح كبير أنت الآن تجد ناس جاية أنا عايز أستثمر في المملكة العربية السعودية أنا عايزي عندي محلات هنا أنا عايزي عندي بيزنس هنا أنا عايز أشارك في الجزر بتاعتني يوم اللي حتتعمل أنا عايز أشارك في رؤية عشرين تلاتين اللي عملها سمو الأمير محمد بن سلمان فزيان بقول لحضراتكو تغيير كبير وهذا الحدث كان مزاعا في العالم كله طبع الفورميلة وان دي لا يعني أنا مش بالناس اللي بيحبوه يعني أنا لو قلتلي احضر الفورميلة وان بإن العربية تقعد تلف خمسين مرة يعني ما يعملوز بقى الاتنين جنب بعض يعني أنا بالنسبة لي الموضوع مش عظيم يعني ولكن هناك مهويس بنجوم الفورميلة وان بالسيارات بالطريقة وطبعا في بث كان مباشر موجود على ام بي سي اكشن يشرح لك ازاي العربيات دي في المنحنيات وازاي بيقدروا عندهم مهارة معينة والكاميرات اللي محطوطة وزاي ما قلت لحضراتكو ان البريطاني لويس هاملتون هو بطل العالم هو قد فاز بهذه الجولة شيء مبهر جدا في جدة وزاي ما بيقولوا اخوانا في المملكة العربية جدة غير جدة غير جدة ليها رونق وجمال ويعني مذاق مختلف فطبعا انه يتعمل هذا الامر على كورنيش جدة كان شيء ناجح وشيء عظيم بنهني المملكة العربية السعودية على هذا الانجاز الرياضي السياحي السياسي الاقتصادي العالمي اشتركوا في القناة